اشتركوا في القناة والنص خير دليل عردت للرحمن واتى به جبريل اين الذي يرضاه اين اين العقول اين اين العقول ونقص الاموال اصار نفسها مدمرة للانسان فما هي الابحث العلمية الحديثة وما توصلت اليه بخصوص الفقر ونقص الاموال الحقيقة الله تبارك وتعالى منحنا الكثير من الرزق في هذه الدنيا ولكنه اراد ان يبتلي بعض الناس ببلاء هو نقص في المال في الانفس في الثمرات ما هو هدف هذا البلاء البلاء في القرآن معناه الاختبار اختبار من الله يعني الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن وعمل اي ليختبركم فانت عندما تحضر معدن الحديد تراه من الخارج يلمع وتراه جميلا جدا وقويا ولكن عندما تخضعه الاختبار اختبارات الضغط مثلا تجده ينهار يكون في داخله تشققات ومشاكل وصدأ ولكنك لا ترى في الداخل اذا انت كيف تختبر اي شيء في الطبيعة تعرضه لضغوط عالية فيظهر معدن هذا الشيء سبحان الله وبالتالي الانسان نفس الكلام ينطبق عليه يعرض لاختبارات يعرض لاختبارات ومنها نقص الاموال يعني مثلا في عام 2008 عندما حدثت الازمة المالية العالمية نعم هناك عدد من الناس فقدوا وظائفهم فاصيبوا بقلق واكتئاب وادى بهم ذلك الى الانتحار هناك حالات انتحار انتحار كثيرة سجلت في الولايات المتحدة عام 2008 بسبب نقص الاموال لديهم وتراكم الديون ولانهم ليس لديهم يقين بالله عز وجل ما فيش ايمان وبالتالي عدم موجود هذا اليقين ادى بهم الى الاكتئاب وإلى الانتحار لان الذي ينتحر يكون قد وصل الى اكتئاب حاد وإلى مرحلة يأس كبيرة جدا فلا يجد امامه الا ان يتخلص من هذه الحياة لانه ليس لديه امل في الحياة الاخرة وبالتالي فان نقص الاموال اذا لم يترافق بالايمان بالله وبالصبر وبادراك ان لك مكافأ يوم القيام من الله وان هذا بلاء سيزول قريبا اذا لم يكن لديك هذا الامل سوف يصيب ليس فقط بالاكتئاب الذي يؤدي احيانا الانتحار يصيب بمشاكل قلبية ايضا هناك حالات يعني نوبات قلبية حدثت بسبب ان انسان ترك عمله او فقد عمله فاصيب بهذا لانه فقد الامل من كل شيء وهي قلة ايمان طبعا الدكتور سبحان الله نعم بماذا تطرق القرآن الكريم في مسألة الحس على الامان بقدر الله طبعا القرآن الكريم هناك نص في سورة البقرة عظيم جدا يعني يعني انا اتمنى كل انسان ليس ان يطلع بل ان يحفظ هذا النص يجعله منهجا في حياته كلنا نعاني اليوم من مشاكل اقتصادية ونفسية وامراض وغير ذلك ومشاكل اجتماعية ايضا كيف نعالج ذلك الله تبارك وتعالى انظر دقق معي قال عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف أولا والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولكن ماذا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اعطاك الصبر نعم اختبارات ولكن أعطاك الحل الحل الصبر ثم قال في الآية التالية الذين إذا أصابتهم هؤلاء الصابرون يتحدث عنهم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ طيب ما هي نتيجة هذا السلوك أيها المؤمن إذا صبرت وقلت إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وسلكت هذا السلوك الإيجابي المتفائل في حياتك ما هي النتيجة تأتيك الآية التالية أولئك عليهم صلوات من ربهم انظر صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يعني انظر كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك يعطيك المشكلة والإيجابة تمام بمجرد أنك تصبر فإنك ستكون من الذين يرحمهم الله وعليك صلوات من الله ليس صلاة والصلوات هنا بمعنى رحمات تتنزل عليك وبالتالي عندما تنتقل لآية أخرى تجد قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز فعندما تثق هذه الثقة الكبيرة بالله فإنك تستطيع أن تواجه أعتى وأسوأ أنواع المشاكل بكل بساطة وبصبر جميل كما يعني سيدنا يعقوب عليه السلام فصبر جميل الله المستعان وعلى ما تصفون هذا السلوك هو الذي سيؤدي بك إلى ماذا؟ سيؤدي بك إلى رحمات تتنزل عليك وبالتالي تتخلص من المشاكل التي يعاني منها الملحدون مشاكل القلب مشاكل الدماغ مشاكل النوبة القلبية الاكتئاب وغير ذلك فالحمد لله على نعمة الإسلام اللهم بقعنا من الشكرين الحمدين ودكتور بارك الله وبرك شكرا جزينا لكتور وعلى جزاكم الله خير يا عنا وسلم هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان فلأ الوراء إحسانا بالذكر والدعوان يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهدى جنات